إن كان هناك سبب مستحق لاستجواب وزير الداخلية تعلق بما جرى من ملابسات موضوع طلب إحضار النائب السابق الفاضل مسلم البراك كلامك أن أمر الضبط لو كان متعلقاً بناء في المجلس الحالي أو بمواطن عادي لأرسلت إليه الداخلية عريفاً لتطبيق الحكم ولو طلب ورقة رسمية كان سككه كث وركبه دورياً كان من المفترض أن تذهب المدرعات والقوات الخاصة لتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك كنت يعني تؤيد إرسال مدرعات لإعتقال النائب السابق مسلم البراك أرسل طيارات حق واحد ما يريد يطبق الغانون ولا يتحدى الغانون مو أرسل مدرعات هذه هيبة بلد تم الاستهتار فيها أنا في مواطن يوقف عندي مهما يكونه نائب سابق ولا شيخ ولا غيره ويشترط منه ييله منه ما يليه أقو بلد في العالم إذا القانون يسمح لأني يشترط لشه هو أكد ومحامين أكده هو من هو هو أكد ومحامين أكده وإن هناك إجراء معين حطنا الطلب مكتوب موقع موثق أنا حاضر أروح وسلم نفسي الرجل كان يتكلم في الجانب القانوني تماماً ماكو هالحكي هالحكي هذا اختراعات من من؟ وهو مو بس اكتذب هذا قالك لأ ولازم اللي يبليه ضابط محترم سلام؟ شه الحكي هذا؟ نحن هالعبارة هذه طب حطو طب حطو طروح ورجع للصحافة مثل كان استثار وتحدي للدولة أنت لما توصل تحدي للدولة ما في مجال مجاملة ما في مجال مجاملة معقوبها شلي صار عباس الشعبي قال بيقول كم صل الكلام ما هو قانون إذا هناك خطأ إجراء إذا كان هناك خطأ إجراء اتحذة إذا كان هناك تعسف من وزارة الداخلية أتحدى واحد يطلع لي ورجع مكتوبة في قانون يقول لازم تسوي الإجراء بالطريقة هذه كلام فاضي عطني وحالة سابقة ما تثلت وزارة الداخلية بعد أن يأبت لورقة ماكو لا لا مو صحيح مو صحيح مو صحيش أبت لورقة ما أبت لورقة راح للريال محكمة بعدين مسلم البراك أن أبي سابق الفاضل أنا قاعد ببيتي وهم راحة واختحمة وصار هناك نوع من الاقتحام في المنزل وانت قاعد يقول أنا أبي طيارات ومدرعات لا لا أنا مو أمسلم أنا أي واحد يوقف يتحدى الدولة ما قلت حتى يقول أنا موجود ببيتي تريقت اليوم وتغديت وعشيت موجود بطلبة وإذا يتوني بيت رسح لوجكم تراب نزين؟ إذا أتني قوات الخاصة يرجعون لك متروسين تراب يا رجل رجل شغلته إشاعة الفوضى في البلد منطقة كاملة طالح يطقون المخافر ويطقون يحرقون السيارات ويحرقون الجمعية التعاونية أي أنا قاعد في بيتي وتعالولي شال خربطون تقصون عن نفسكم بتأخذون لي كلمة إعلامية مدري مش عارف دعائية وتنسى الأحداث اللي قاعدة تصير